بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلام الله عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمته تعالى وبركاته وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامجكم كلام من القلب وما تزال الأرض تمور بفيروس كورونا وما يزال الشغل الشاغل لوسائل الإعلام في كل أنحاء الأرض لكن المسلم له طور آخر له أرب آخر في هذا الذي نراه جميعا إن المسلم اليوم يفكر في أخلاق المحنة ومعلوم أننا نذكر دائما بقول الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة إن الخير بالنسبة لنا امتحان وإن الشر بالنسبة لنا امتحان ونحن بين هذا وذاك ممتحنون ينبغي أن نتحلى بأخلاق هذا الامتحان وهذه المحنة يا أيها الإخوة الأحبة أول أخلاق المحنة الطاعة فالمسلم يعرف طاعة ربه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبع ذلك طاعة أولي الأمر فيما فيه طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ما سمعت قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويله نحن نطيع الله ونطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا جد أمر ليس فيه بيان مباشر عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فينبغي أن نرد هذا الأمر إلى سنن الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم فما بالكم إذا كانت الأمور واضحة وواضحة بشكل عظيم كبير نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار ولما كان أولياء الأمر فينا اليوم يدلوننا على طريق الخير بمعنى افعل كذا لتبتعد عن ضرر كورونا لا تفعل كذا لكي لا تقترب من ضرر كورونا فالقضية ليست قضية مزاجية أن نطيع أو لا نطيع أو نقول والله هذا عبد ونحن عبيد أو عباد مثله فلماذا لا نطلع؟ إنه يتكلم عن الله تبارك وتعالى ويأخذ من أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن مطالبون بالطاعة ما أطاع الله فينا؟ أي عبد يؤمره الله علينا؟ يعطيه الله أمرنا؟ فنحن مطالبون أن نطيعه في المعروف؟ ولذلك أيها الإخوة الأحبة والله إن المرء لا يستاء بكل اختصار بكل اختصار يستاء المرء اليوم من هذه اللاء بالية التي يبديها كثير من الناس يقولون ممنوع التجول فتجد الناس يتجمهرون أسفل عماراتهم يجلسون ويشربون القهوة أو يشربون الدخان وبعضهم حتى ولغ في موضوع الأراجيل التي هي مصدر خطير من مصادر العدوى ولا أبالية هذا أمر يسخط الله تبارك وتعالى لأجله وهذا نذير شؤمن على أمة لا تستمع إلى هذه القضية ليست اجتهادية هذه القضية ليست على الهوى هذه قضية لا تحتمل تخفيف دم يا إخوان يا إخوان تحدثنا أكثر من مرة في هذا الموضوع فنستحلفكم بالله يعني حينما يقف رجل عسكري سابق وزير صحة حالي ويقول في العسكرية ما في رجاء لكن دعوني أرجوكم هو لا يرجوكم لأجل نفسه الآن أنت يجب أن تسقط الأمور الشخصية ولا تقول هذا فلان أو هذا علان هذا استرعاه الله أمرك الصحي فلا بد أن تسمع كلامه لا شك بفضل الله عز وجل أننا في الأردن ما نزال في طوري يعني تقييد المحنة بفضل الله عز وجل وما زالت أمورنا تحت السيطرة لكن إن استمرت يعني بالأمس رأينا منظرا من أحد أحياء عمان الشعبية والمصور التلفزيوني يقول أنا يعني لا أجر على أن أدخل في خضم هذا الازدحام أين الطاعة في الأمر؟ ثم إذا والحقيقة نحن نرى العرس وغير العرس والتجمعات والتجمهرات وفلان جاء من السفر ونزلنا فيه مباوسة هذه قضايا كلها تعود علينا بالويل بالثبور وعظائم الأمور يا إخوانا لذلك لا يحتمل الوضع إلا الطاعة ثم الطاعة ثم الطاعة ومن الطاعة أن نطيع الله عز وجل في مواجهة هذه الكربات بجدية بجدية بعدم الاستهزاء يعني كم من النكات نزلت على وسائل التواصل الاجتماعي على كورونا ويصوروا ويرسموا ومنك لله كورونا ومش عارف حطيت الرجال بوجه النسوان هذا كلام هذا كلام يعني الحقيقة لا يصدر إلا من أهل غفلة ونحن المسلمين لسنا أهل غفلة يا إخوة الحقيقة أن الاستهزاء هو استهزاء في هذا الموطن بآيات الله الكورونا آية من آيات الله عز وجل يعاقب فيه من يستحق العقاب ويرفع درجات من استغفر وأناب يعني الكورونا ليس عقابا على طول الخط الكورونا عقاب للجاهل عقاب للغافل ينبهه والكورونا رفع درجات للمؤمن للمخبت للصابر للمحتسب ولذلك يا إخوانا هذا لا يليق به الاستهزاء ولا يليق به المسخرة هذا يليق به أعلى درجات الجدية فنحن مع الله ونحن لله نرفع أكف الضراع الحقيقة وهذا يؤدي بنا إلى موضوع الدعاء إلى موضوع الدعاء والنبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء ويقول في الحديث الآخر اسمع اسمع لا يزال القضاء والدعاء يعتلجان يعني يتصارعان ما بين الأرض والسماء لذلك هؤلاء إخواننا اللي بيقولوا اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه لا يسيدي نسألك اللهم الخير نسألك الفضل نسألك الفرج لا تقول لا نسألك رد القضاء فالنبي عليه الصلاة والسلام صور لنا أن القضاء والدعاء في حالة مصارعة ثم علق العلماء شراح الحديث قالوا فأيهما غلب أصابك إذا كنت جادا في الدعاء فإن الله يصرف عنك قدرة إذا كنت جادا في الدعاء فإن الله يبدلك الشر خيرا عشان هيك يا إخواننا لا نستسلم ونقول لقد كتب الله علينا من قال لك من قال لك إن الله قد كتب عليك أبدا يا أخي أبدا يا حبيبي تضرع إلى الله بألوان الضراعة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار تضرع إلى الله اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام هذا من سيء الأسقام الحقيقة نعم الدعاء والقضاء يصطرعان وإذا سألتني طيب ما المكتوب في اللوح المحفوظ أجبتك بما أجاب به العلماء قالوا المكتوب في اللوح المحفوظ هو النتيجة هو النتيجة إذا أصابك بلاء فاستسلمت له فإن البلاء سيأخذ حده ويكون هو القدر المكتوب في اللوح المحفوظ فإذا أصابك ضر فلجأت إلى الله جأرت إلى الله بالدعاء فإن هذا الدعاء سيغلب القدر ولذلك سيكون المكتوب في اللوح المحفوظ نجاتك وسيكون المكتوب في اللوح المحفوظ خيرك وتعديك لهذه المحنة وتعديك لهذه المحنة ولذلك يا إخواننا الله عز وجل يحب العبد اللحوح في هذه الأوقات ما لنا غير الدعاء إخواننا الدعاء يعني مناجاة الله الدعاء أن أكون مع الله فهل الكورونا الفيروس الذي لا يرى بالعين المجردة أقوى من الله حاشا لله هل هو أقوى من قدر الله حاشا لله ولما قالوا نفر من قدر الله إلى قدر الله نعم هو قدر والله عز وجل كتب في قدره أن الدعاء أن الدعاء ينتصر على هذا القدر وأن ما يكتب في اللوح المحفوظ هو مثابرتك هو ثباتك هو وقوفك إلى جنب الله عز وجل متضرعا يخواننا الدعاء له ثمرة عظيمة يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بأبي هو وأمي لما كان قبل بدر يرفع يديه إلى السلام يا رب يا رب نصرك الذي وعدت ألم يكن يعلم أن الله يسمعه وأن الله يجيبه وهو أحب خلقه إليه والله كان يعلم لكنه يريد أن يعلمنا يريد أن يفهمنا يريد أن يربينا على هذا كله ولذلك ضرب لنا المثل فلا نترك أننا الدعاء في صلاتنا في تهجدنا في نومنا في يقظتنا أثناء طعامنا لا ندع لا ندع يا إخواني نسأل الله أن لا يكون هذا الكلام حج علينا عندما نضع الطعام على المائدة على الطاولة ونريد أن نأكل فلنسمي الله عز وجل ونسأل الله الخير من هذا الطعام وأن يبعد عنا شره هذا كله بإذن الله يعطينا القوة ويعطينا المنع في مقاومة هذا الدعاء ولا شك ولا شك يا إخواني من أخلاقيات المحنة الصبر يا سلام الصبر ثلاث أنواع كما تعلمون صبر على الطاعة وصبر على المعصية وصبر على المعصية وصبر عند المصيبة والصبر على المصيبة يعني مو الموت لا تفكر أن المصيبة هي الموت بس المصيبة قد تصاب في زرعك في ثمرك قد تصاب في فشل واحد من أبنائك قد تصاب في تجارتك قد تصاب في علمك المصائب كثيرة والله تبارك وتعالى يقول لنا واستعينوا اسمع واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون واستمع استمع إلى قدر الإله عز وجل قدر الله عز وجل ولا نبلونكم بشيء من الخوف الخوف مصيبة والجوع يعني الأيام الماضية التي رفع فيها حظر التجول جزئيا ورأينا كيف الناس هجمت تريد أن تؤمن خبزها وتريد أن تؤمن طعامها وتريد أن وتحس أنها خرجت من خوف وتحس أنها خرجت من خوف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك شف أشار إليهم بالبعيد لبعد مرتبتهم لعظيم قدرهم عند الله أشار إليهم بالبعيد أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون نعم نعم أيها الإخوة الصابر مهتدي الصابر مهتدي نحن لا نسأل الله الصبر ابتداء نحن نسأل الله العافية كما علمنا رسول الله لما سمع صحابيا يقول اللهم إني أسألك أن تصبرني قال يا هذا سألت الله البلاء فسأل الله العافية وعلم الصحابي الآخر قال كان يكفيك أن تقول اللهم آتني في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقني عذاب النار هكذا لكن إذا نزل البلاء كبلاء الكورونا نعم نتصبر ونتجمل ونحتسب أمرنا عنده تبارك وتعالى فمن شاء الله أن يصيبه أو يقضي فيه فهو شهيد المبطون شهيد يا أخواننا الكورونا هذه تصيب الرئتين والرئتين يعني في الجوف يعني في الباطن والنبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن المبطون شهيد نحن ابتداء نسأل الله السلامة ونسأل الله لكل المصابين العافية لكن نقول من كان حتفه في هذا المرض فهو شهيد بإذن الله إذا كانت علاقته بربه عامرة وصحيحة ونسأل الله عز وجل حسن المآل لنا جميعا طيب فاصل قصير ثم نعود إليكم فلا تذهبوا بعيدا حياكم الله أيها الإخوة والأخوات من جديد في برنامجكم كلام من القلب وما زلنا في الحديث عن أخلاق المحنة يا أخوانا تحدثنا في أخلاق المحنة ما شاء الله لنا أن نتحدث وأخلاق المحنة كثيرة أخلاق المحنة هي أخلاق الإسلام لأننا في هذا الإسلام وفي هذه الحياة التي يحكمها الإسلام نحن في امتحان دائم في امتحان إذ نرزق وفي امتحان إذ نمنع الرزق في امتحان إذ نصح في امتحان إذ نقوى وفي امتحان إذ نضعف في امتحان إذا كنا شبابا وفي امتحان إذا صرنا شيوخا هذا كله امتحان من أخلاقيات المحنة الإيثار ولما منحكي عن الإيثار أيها الإخوة الأحبة ترى مجتمعاتنا ما تزال بخير كثير وأنا أعرف من الجيران بفضل الله عز وجل الذين يسكنون في عمارة واحدة من يعرض بعضهم على بعض الخبز ويعرض بعضهم على بعض الطعام ويعرض بعضهم على بعض المساعدة في شتى الحاجات وأنا أقول لكم شيئا أيها الإخوة هذه المحنة هي التي تخرج أحسن ما عند المسلم الذي يعلم أن الله عز وجل أراد منه أن يعطي وأن تكون يده عليا اليد العليا خير عند الله وأحب إلى الله من اليد السفلة شوف يا سيدي إذا كنت صاحب نعمة من كان عنده فضل ظهر فليعد يعني ركوب فليعد به على من لا ظهر له من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له كم من البيوت فيها شيخ كبير جاوز الستين وجاوز السبعين والخروج خطير عليه خصوصا إذا كان صاحب أمراض فاطرق باب جيرانك وآثرهم على نفسك اقسم الخبزة التي عندك قسمين قسم لأطفالك وقسم لأطفال جارك نعم أيها الإخوة وأنا أقول لكم والله لا أزين قبيحا على الإطلاق إنما أتكلم بالواقع مجتمعاتنا ما زالت بخير شعوبنا ما زالت بخير وكل مسلم ما زالت حمية الإيمان في قلبه ووقود التقوى ما زال في قلوبنا بفضل الله ورأينا في هذه المحنة ورأينا في هذه الشدة ألوانا من الإيثار كفانا تحدثا عن الإيثار في الزمن الماضي يعني في اليارموك اللي حصلت في خمستعش للهجرة والله أول مجاهد مصاب قال ما فسمع صاحبه يا إن فقال اسقوا صاحبي ثلاث شهداء ثلاث شهداء يأبى أي واحد منهم أن يشرب لما يسمع أنين صاحبه ثم يقضون جميعا يموتون شهداء إن شاء الله جميعا دون أن يشربوا كل واحد يؤثر صاحبه هذا في الزمن الماضي في خمستعش هجرية لكننا نقول نقول لرسولنا صلى الله عليه وسلم نقول للسلف الصالح أي رسول الله نمقرر العين فإن شعوبنا بفضل الله ما زال فيها بقية من خير شعوبنا بفضل الله ما زال فيها بقية من إيثار شعوبنا بفضل الله عز وجل ما زال فيها نفس من نفسك سيدي يا رسول الله وشيء من هديك عليك الصلاة والسلام وشيء كثير من آداب المحنة نعم لا بد أن نكر فمن قال هلك الناس فهو أهلكهم وفي رواية فهو أهلكهم لا لا أيها الإخوة ما زلنا على خير ما زلنا بخير كثير وما زلنا نطالب أن نكون على هذا الخير وأن نستمر عليه وأن نؤديه خيرا الأداء من آداب المحنة النظافة والطهارة يا أخوان وبضدها تتميز الأشياء انظر إلى المجتمعات الغربية والله لا نشمت والله إننا لنسأل الله العافية لنا وللكرة الأرضية كلها والله إننا لنسأل الله العافية لإيطاليا ومن فيها ونسأل الله العافية لبريطانيا ولمن فيها ونسأل الله العافية لكل بلد مصاب أتدرون لماذا؟ حتى يحسوا بهذه الوعكة وبهذه الهزة التي أصابتهم عسى أن يعودوا لشيء من رشدهم اليوم في إسبانيا يرفع نداء الله أكبر في إيطاليا يؤذن من شروفات المنازل استعانة بالله ويسمح للمسلمين أن يفعلوا ذلك رجاء أن يذهب هذا المرض نحن لماذا ذكرنا الغرب؟ ذكرنا الغرب لكي نتحدث عن الطهارة والنظافة التي افتقدوا إليها كثيرا تدخل إلى حماماتهم فلا تجد قطرة ماء تستنجي فيها ولذلك الواحد منه مسافر في الطيارة يدخل معه شيئا من الماء إلى الحمامات تكرموا ليستعملها في الاستنجاء هم الآن أوراق الأوراق التواليت نفدت من الأسواق لأنهم لا يستخدمون الماء لأنهم لا يستخدمون الأماء ومع ذلك تدب فيهم هذه الآفات وهذه المايكروبات وهذه الفيروسات لكلة طهارتهم وكلة نجاستهم صدقوني أقول لكم مخلصا مرة من المرات أنا مسافر لبلد أجنبي جلست في المنتصف وعن يميني واحد من رعاية الدولة أو من مواطني الدولة التي أنا ذاهب إليها وعن يساري واحد آخر صدقوني أكثر من ساعتين كانت رحلة داخلية أكثر من ساعتين كاد رأسي يتفجر من سوء الرائحة التي زكمت أنفي طوال ساعتين فما صدقت كيف انتهت الرحلة وكيف غادرت مجلسي لماذا اشتهرت فرنسا بأنها تصنع فخر الصناعات العطرية الفرنسية لماذا لأنهم لا يستخدمون الماء ويستعينون بالعطر ليذهبوا كثيرا من رجسهم ونجاسة أجسامهم والروائح التي تعلق بهم فاحمد الله احمد الله أيها المسلم احمد الله أيها المسلم أن الله عز وجل جعل لك الوضوء وجعل لك الاغتسال أرأيتم لو أن على باب أحدكم نهرا يغتسل به خمس مرات هل يبقى من درنه شيء قالوا لا يبقى من درنه شيء يا رسول الله قال وكذلك الصلاة يا إخوان الاغتسال لا يبقي عليك شيء شيئا من الدرن ولا يبقي عليك شيئا من الوساقى الواحد فينا إذا ذهب يشتري له شوية مندورة وشوية إخيار برجع بغسي الإيديه وبياخد له شور وبرتب أموره فيحمد الله على هذه الطارة حتى إن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أمرنا عمر بن أبي سلمة بن أبي سلمة بقوله يا غلام النبي بقوله يا غلام سمي الله أن عند بداية الطعام أن تسمي الله يعني أن تستعين به على الميكروبات جميعا وعلى أذى الطعام كله سمي الله وكل بيمينك لأنه يسارك معدى للقاذورات فلا تأكل بها وكل بيمينك ثم وكل مما يليك لا تطيشن يدك في مكان يضع فيه أخوك يده يعني أنت كل من قدامك حتى لا تلوث المكان الذي يضع أخوك فيه يده انتبه انتبه إلى هذا الحديث الصحي هذا الحديث الطبي بامتياز يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك لا تقول مرة من هناك تلحق اللحم ولا تلحق الدجاج لا كل من أمامك حتى لا تلوث طعام غيرك حتى لا تلوث طعام غيرك هل نجد ذلك في أدبيات يعني غير المسلمين التعود على الخشونة يا أخواننا يعني في الطالع وفي النازل يعني المدخن إذا ما دخن بيموت بيموت ولذلك يعني حتى طلابنا على الفيسبوك بيقول لك والله انقطعت من الدخان والله شو هالشغلة ايه مش لاقي لي ولا حب الدخان الناس بتدور على رغيف الخبز وهو بيدور على الدخان ولا بيدور على الشبس ولا بيدور على الشوكولاتة ولا بيدور على وسائل التنعم هذه أبدا يا أخوان سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام بقول لمعاذ ابن جبل حين أرسله إلى اليمن قال له إياك اسمع اسمع إياك والتنعم فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين يعني لا تنغمس بالنعم لا تتزيد من النعم لا تكن عبدا لهذه النعم يعني إذا ما إجت فأنت خلاص راحت عليك لا يا أخوة لا يا أخوة الأصل الإنسان إذا كان يأكل ثلاث وجبات في اليوم أن والله أعجبني أعجبني أحد الإخوة قال لي أنا في ظل هذا الإغلاق قلت لزوجتي سنعدل مواعيد طعامنا نؤخر الإفطار قليلا ونؤخر الغداء قليلا فإذا تغدين الساعة أربعة ونص خمسة خلاص لا نجوع حتى حتى ننام قال لأننا لا نريد أن نقع في ضائقة فلوس فيه لكن الفلوس هذه ماذا تنفعني إذا كنت غير قادر على الخروج لشراء الحاجيات التي آكلها إذن هذا الذي يكيف نفسه مع ظرفه هو ليس كعبد النعمة ليس كعبد النعمة النعمة عفوا إذا جاءته فرح بها وولغ وإذا لم تجئه يصبح وكأنه فقد الدنيا بأسرها وسيدنا عمر في أدبياته الله يرضى عنه قال واحد من أصحابه كان ماشي معاه فقال انتظرني يا عمر أريد أن أشتري شيئا اشتهيته فنظر إليه سيدنا عمر قال عجبا لكم أكلما اشتهيتم اشتريتم عجبا لكم أكلما اشتهيتم اشتريتم مو معقول يا أخوان مو معقول أن تكون عبدا لشهوتك يعني مرة من المرات اجع بالك لكنافة قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ما حدا حرمها لكن كل مرتين ثلاثة بتطلب نفسك حاول تحرم نفسك مرة حتى تدربها مرة فيه مرة ما فيه وربما يأتي زمان يكون ما فيه فماذا تفعل إذا كنت متعودا على هذه النعمة النعمة صحيح أن الزهد ليس هو الصيام عن النعم ونحن لا نطالب بالصيام عن النعم أبدا لكننا نطالب أن لا نكون عبيدا لهذه النعم فإن زالت فإننا نكون فيه كرب عظيم لا ولذلك المعنى وإن لم يكن حديثا لكن معناه صحيح اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم هذا معناه هذا كلام طيب ومعناه صحيح وإن لم يكن حديثا شريفا هذا يتصل اتصالا مباشرا بضرورة لاعتراف بنعم الله يعني يا إخوان في ناس الآن لما ضاقت بهم الحال قال يا الله والله يا إخوان أثريتنا كائنين بنعم والله كائنين بنعم بدها شكر توليت يا حبيبي توليت ليه ليه الآن لذلك كان العارفون بالله من أدعيتهم اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها انتبه انتبه اللهم عرفنا نعمك بدوامها ولا تعرفنا نعمك بزوالها اصحى اصحى تكون غافل عن نعم الله عز وجل لأنه يا إخواننا احفظوا العبارة العادة تنسي الفضل العادة تنسي الفضل الذي لا يستطيع أن يقوم من سريره إلا أن يعان يفتقد ما أنت فيه من نعمة الذي يبتليه الله ببصره يفتقد حاسة البصر التي لا أكاد أنا وإياك نشكرها نعم أيها الإخوة العادة تنسي الفضل ولذلك نحن بحاجة إلى أن نحيي في أنفسنا شكر الله عز وجل على نعمه في الرخاء قبل الشدة لأنك إذا تعرفت على الله في الرخاء تعرفت عليه بشكره تعرفت عليه بعبادته تعرفت عليه بالتصدق بكثير مما أعطاك الله إياه إذا تعرفت على الله في الرخاء تعرف عليك بالشدة وأما بنعمة ربك فحدث لم يبقى بكل الوقت خلص إلا كلمات كلمات قليلة نختم بها في الحديث عن التوبة يا إخوة التوبة هذه الميمعة اللي إحنا فيها تحتاج إلى توبة لأن ذنوبنا كثيرة ولأن آثامنا عظيمة ولذلك يجب أن نجأر إلى الله عز وجل بالتوبة فمن عاش في توبته فهو عبد تائب وإذا مات فهو شهيد إلى الله آيب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يعني احذروا إذا فجأكم الموت ألا يجدكم إلا مسلمين يا رب أذهب الغمة عنا وفرحنا بعودتنا إلى مساجدنا وجامعاتنا ومدارسنا وأسواقنا عبادا مهتدين طائعين يا رب تقبل منا ذلك إلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته